دعا كرادلة وأساقفة كاثوليك من مختلف أنحاء العالم اللجنة الأولمبية في فاريس إلى الاعتذار عن الصور المشوهة للعشاء الأخير متعهدين بيوم من الصلاة والصوم تكفيرا عن هذا التجديف وحذر الأساقفة من أن هذا العرض الذي شاهده العالم يهدد الناس من جميع الأديان ومن لا دين لهم لأنه يفتح الباب أمام أولئك الذين يملكون السلطة لفعل ما يشاءون تجاه الناس الذين لا يحبونهم وكان حفل افتتاح الأولمبياد قد أثار غضبا عالميا بسبب مشاهد تضمنت رقصات استعراضية لمجموعة من الأشخاص فيما وصفه كثيرون بأنه سخرية من العشاء الأخير وقال الأساقفة أن أي اعتذار حقيقي يجب أن يتضمن اعترافا بالخطأ وكان مجلس كنائس الشرق الأوسط قد وجه رسالة شديدة لهجة لإدارة الأولمبياد في فرنسا تتضمن رفضا قاطعا وصريحا لبثها مشاهد مسيئة لأهم وأقدس الأحداث في الدين المسيحي ترجمة نانسي قنقر